ثفى المنتخب الوطني الأول من تدريباته اليومية على ملعب جامعة قطر وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم آسيا ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش إلى الوصول للجاهزية المثلة قبل الدخول في المعترك الآسيوي الذي سنطلق في الثاني عشر من يناير الجاري وحرص الجهاز الفني على تكثيف الحصص التدريبية الصباحية والمسائية والعمل على تنفيذ الخطط التكتيكية بشكل جيد مع رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين